وقد قعد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله اجتماعا ثنائيا مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسي جمهورية تركيا الشقيقة وذلك في القص الرئاسي بالعاصمة أنقرة تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة إضافة إلى بحث مجمل القضايا وتطورات الإقليمية والدولية ثم عقدت جلسة المباحثات الرسمية الموسعة بين الجانبين البحريني برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى والتركي برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بحضور الوفدين المرافقين وقرحب فخامة الرئيس التركي بجلالة الملك المفدى وبالزيارة التي يقوم بها إلى تركيا وقال فخامته إن اتصال جلالة الملك بعد محاولة الإنقلاب كان لها أبلغ الأثر في نفوسنا جميعا وأنتم لكم مكانة خاصة في قلوبنا وقلب الشعب التركي ولكم جزيل الشكر باسمي وباسم الشعب التركي لجلالتكم وللشعب البحريني الشقيق ولن ننسى لكم هذا الموقف من الشعب والحكومة التركية واستظلوا مواقف الدعم والمسند من قبل يكون في ذاكرتنا دائما وقال فخامة الرئيس التركي أرجو أن تبلغوا تحياتي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الغزراء هذه الشخصية المعروفة بحنكتها السياسية في المنطقة وقال فخامته أود بهذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وقد وجهت إلى زيادة التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية بين التركيا والبحرين والاستفادة من الخبرات التركية في شتى المجالات الصحية ومجالات الطاقة والصناعات وأيضا تشجيع السياحة بين البلدين والاستفادة من الخبرة التركية في تنفيذ المشاريع الإسكانية السكن الاجتماعي ودعا فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الربع الأخير من هذا العام في جمهورية تركيا من أجل بحث زيادة التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري الذي سيكون هو هدفنا القادم وقد وجه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعوة إلى جلالة الملك المفدى لحضور مؤتمر الطاقة الذي سيعقد في جمهورية تركيا خلال أكتوبر القادم مشيدا فخامته بمواقف مملكة البحرين تجاه المنظمات الإرهابية وقد ألقى جلالة الملك المفدى كلمة خلال هذا الاجتماع عرب فيها عن ترحيب مملكة البحرين باستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق بقيادة فخامة الرئيس التركي واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها متمنيا جلالته لتركيا وشعبها دوام التقدم والرخاء والازدهار كما أعرب جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير لرئيس التركي على الدعوة الكريمة من فخامته لجلالته لزيارة جمهورية تركيا معربا جلالته عن تقديره لجمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا لما حظي به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة واستقبال وكرم الضيافة وأضاف جلالته قائلا نود أن نؤكد على أهمية التواصل الأخوي بين بلدين الشقيقين فالجمهورية التركية لها مكنتها التاريخية الكبيرة ونموذج ناجح يجب أن يحتذا به في المنطقة وإن مملكة البحرين تؤكد أن تركيا هي أخ وشقيق وحليف نعتز به كما أكد جلالة الملك المفدى بأن زيارته للجمهورية التركية الشقيقة ستفتح آفاقا جديدة من العمل المشترك وستشكل دفعة قوية للعلاقات العريقة التي تجمع البلدين منوها جلالته بما يجمع البلدين المسلمين من ثقافة متقاربة قوامها الدين الإسلامي الحنيف والتراث الثقافي والحضاري المشترك وعرب جلالة الملك المفدى والرئيس التركي عن ارتياحهما لمسار العلاقات البحرينية التركية مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي وتبادل الزيارات والخبرات لما فيه خير البلدين والشعبين كما أشاد بما تحقق من تقدم ملحوظ ونجاح كبير على مستوى التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين حيث نوه جلالته والرئيس التركي بأهمية مواصلة هذا التعاون وتطويره خاصة في ظل ما تقدمه المملكة من مزايا للمستثمرين وما توفره من بيئة مناسبة لإقامة مختلف المشاريع وبما تمتلكه التركيا من خبرات واسعة في مجال الصناعة والتجارة والاقتصاد مشيدا جلالته بالإنجازات الاقتصادية والتنموية البارزة التي حققتها تركيا بفضل قيالة الرئيس التركي والتي أهلتها لكي تتبوأ المكانة المتميزة في محيطها الإقليمي والعالمي كما أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن تقديره لجهود الجالية التركية في مملكة البحرين وإسهاماتها المتواصلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة على كافة مستويات التطور والبناء والتقدم كما جرى خلال الجلسة المباحثات بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال تطورات ومسجدات الأحداث السياسية وذلك على ساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاههما حيث أكد الجانبان أهمية التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما يعزز من دور البلدين في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية كما أكد دعمهما لكل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتطرف وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه خير ورخاء دولها ومصلحة شعوبها وأشاد الملك المفدى في هذا الجانب بالدور المحوري الذي تلعبه جمهورية تركيا في دعم القضايا العربية والإسلامية ومساهمتها الإيجابية مع المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي هذا وبحضور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وهي أولا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية حيث وقعها من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بينما وقعها من الجانب التركي مع علي السيد تشاقا تايك كيليتش وزير الرياضة والشباب ثانيا اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية حيث وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب التركي معالي السيد بكر بوزداغ وزير العدل ثالثا برتكول تعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية والتي وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب التركي مع علي السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والملاحة البحرية رابعا البرنامج التنفيذي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الثقافة حيث وقعه من الجانب البحريني مع علي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية فيما وقعه من الجانب التركي مع علي السيد نام بي أفجي وزير التربية والتعليم خامسا بروتوكول تعاون بين جامعة البحرين ومعهد يونس امري حيث وقعه من الجانب البحريني مع عليا الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعه من الجانب التركي البروفيسور الدكتور شريف اتش رئيس معهد يونس امري التركي وقد بارك حضرة صاحب الجلالة وفخامة الرئيس التركي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الوثيق في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وإيضا الشعبين هذا وحضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح حفظه الله مساء اليوم مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة تكريما لجلالته والوفد المرافق بمناسبة الزيارة الكريمة وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى وكبار المسؤولين في الحكومة التركية وتبادل صاحب الجلالة مع الرئيس التركي لأحاديث الودية حول ما يجمع البلدين والشقيقين من علاقات وطيدة وتعاون وثيق على كافة المستويات كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة حيث قدم الرئيس رجب طيب أردوغان هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى بينما قدم جلالته هدية تذكارية لفخامة الرئيس التركي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر